في مواجهة هذا الوضع وكما تعلمون جميعا جاءت التعليم الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية الأخيرة لتحدد أهم القواعد والضوافط الواجب احترامي من طرف التجار وتوفيرها لزبائنية خاصة إجبارية ارتداء الكمامات من طرف التجار وعمال المحل طرق وأدوة التطهير الواجب توفرها بالمحل الحد من تواجد عدد كبير من الزبائن داخل محلات تجارية وغيرها من تدابير التي جاءت بها للتعليمة وذلك تحت طائلة غلق المحل وتطبيق العقوبات القانونية المناسبة على التجار المخالفين لكن للأسف الشديد فإن بعض التجار لم يمتثلوا لهذه القواعد وواصل ممارس نشاطه دون أي اعتبار لشروط الوقاية الصحية بها وأيضا عدم احترام المستهلكين لشروط الوقاية من خلال التدافع وعدم احترام التباعد واستحاب الأطفال معهم وغير ذلك مما قد يؤدي إلى تفشي أوسع لهذا الفيروس الذي يتميز أصلا بسرعة انتقاله بين الأشخاص هذا ما دفع السلطات العمومية المحلية إلى غلق بعض المحلات والفضاء التجارية التي لم تستجب لهذه الإجراءات بهدف حماية المجتمع من هذا الوقا وأيضا حماية المستهلك وحماية التاجر نفسه من هذا الوقا وبالتالي أي تاجر لا يلتزم سنقوم بغلق نحن مستعدين أن نغلق ليس متجر آلاف إذا حفظ النفسي يسبق من حفظ المال اشتركوا في القناة